أعرف أهو في أم عمارة ما خادت حد في حضنها؟ كتير جداً. في أمهات أصلاً بتتعمد ما تأخد سيولادة حضنها. ليه بقى؟ عشان لما تموت ما تسيبههمش ولا يا عشان؟ لا علشان ما تدهمش تعود، ما تدهمش أمان، ليه فتكروا إنه نوع من الدلعة. في أمهات بيتعمد القصوى وكتير جداً ما يتعمدوا القصوى. في أمهات كتير بيتعمد ما تقولك إيش حتى برافو عليك إن شاطراً جيحتي في حاجة. ليه؟ هو كده حاسستك إنك عملت حاجة في أمهات تانية بتبتزك عطفياً جداً برقم ليه؟ ما قدمتش حاجة خالص عشان تبطلت طوال تحت سيطرتها. لا في أمهات قصوى. سيطرتها إيه دي أنا أقول ما شم نفسي أول واحدة هقلب عليها يا إنتي أو إنتي. ما هي بتشتغل بالابتزل عطفي عليكي وتشتغل ببر الولدين وبتشتغل بأننا نهضب عليك. هوا يتقوليني لا أنا بعمل كده عشان مصلحتك. وربنا يهضب عليك أنا بعمل كده. والفكرة برضو ديت اللي هي بترسخها بعد الأمهات للأطفال هم مصغرين. لو عملت حاجة دي كده ربنا يزعل منك. إحنا ربطنا هنا بين الرضاكي والرضا ده. طب النوع من الأمهات ده بيتعمل معها إزاي أو الأبهات اللي بتعمل كده؟ حدود. نعم الحدود النفسية. أفهم الأول إنه ما خلاص شخصياتهم كده أنا مش قدر أغيرها. أنا مش حدود وساعات الناس بتاخد. الأطفال لو الطفل بياخد جنب بتلاقيه عيندي عصبي. ده مبارة. بلقوش قدامي. ده الأفضل. العيندي العصبي ده ده الكويس. فيه شخصيات تانية تبقى انسحبية. انهزامية انطوائية. طبعا دي عصب يعود ربلي العيل في المدرسة كل يومي. على الأقل هو فرغ عن طاقته شوية. فرغ عن طاقته وضريب لي العيال. مش أحسن حاجة. رد فعل يعني اللي هو فيه. فينا مادة تانية أقصى سلبية. الطفل يبقى انطوائي. يبقى عنده استقاب نفسه. يعني الطفل يبقى انطوائي. ولا يروح يطلع الطاقة دي في حاجات غلطة. ما هو سواء كان كده أو كده. الحاجة مش كويسة. بس سببهم مين؟ قصوة البيت وعدم الأمان. والتهديد الدائم اللي حاسه في البيت. لازم يعود ده بأي طريقة. العيندي العصبي ده لأ متنفس. مش أحسن حاجة ده ما قلت لكم. مش حاجة كويسة. بس في المقابل ليه هتلاقي شخ طفل. مش قادر يتعامل مع الآخرين. فقد الثقة بنفسه. ولو هيتعامل باحتياجه العاطفي اللي حد يدي له مشاعر يدي له أمان. بيقع في مخاطر كتير. يقع مستنى يتعلق بحد يقول له أنا بحبك ومديلك أمان. ده سبب مين؟ الأم بقى.